السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه اتمنى النت تكون بافضل حال واتم صحة في المباراة كانت مسيرة جدا ما بين الارسنل واليونيتد تفوق الارسنل في النهاية بنتيجة 3-2 على اليونيتد اللي كان بيلعب الند بالند في الشوط الاولاني ويمكن كان الاداء افضل بالنسبة لليونيتد في الشوط الاولاني وبان لك تأثير كازيميرو سواء في الشوط الاولاني او حتى في الشوط التاني بشكل اكبر جدا وبيعيب اليونيتد في المباريات اللي زي كده هو التراجع لما بتحب تحافظ على النتيجة وبالذات الكلام ده لتنهاج انه هو لما بيحب يحافظ على النتيجة بيكون التراجع بتاعه زايد عن اللزوم وبيكون بطريقة غير منظمة فده بيخلي الفرق اقلق صادق بتقدر توصل الى المرمى بتاعك باسهل سهولة وده اللي حصل في نهاية الشوط التاني عشان يقدر يغتنس في ثلاث نقاط ارتتا ويكمل في صدرته الدوري ويكمل في انجازه الاختبارات اللي بتيجي عليه وبينهم اختبار اليونيتد فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن مباراة ارسنال واليونيتد من البداية كل كان متسائل هو ايه اللي حيعمله ايرك تنهاج عشان يحل معضلة كازيميرو اللي مش هيلعب المباراة دي وكان الحل عند ايرك تنهاج انه هو حينزل لعب مباشر ياخد نفس المكان وياخد نفس المهام وهو مكتومني لكن كان بيواجه اليونيتد في المباراة دي 3 عيوب من نظرتي اول حاجة الخوف الغير مبرر بالنسبة لبعض اللاعب وده بتلاقيه دايما في الواحد على واحد ان لاعب اليونيتد مش دايما بيحاول انه هو يقف اللاعب الارسنال وانما بيسيب له المساحة وبيتراجع زي ما حصل كده مع شو وساكا في الشوط التاني لما شفت ان شو بيتراجع على درجة انه هو فتح زاوية التمرير وفتح زاوية التسديد بالنسبة لساكا تاني حاجة كان التباطؤ من لاعبي اليونيتد فيه تباطؤ غريب جدا من لاعبي اليونيتد لما بناخد الكورة اللي هو احنا مش بطء في التحضير وانما انت بتتباطؤ وبتستنى وتشوف خياراتك هتمرر فين ولا فين ولا فين وفي الاخر بتلاقي تتقطع منك الكورة وكان اكتر اتنين واضح عليهم التباطؤ ده برونو فرناندس في الشوط الاولاني تحديدا وايضا عندك اريكسن ويمكن الهدف التاني بتاع الارسنال جيم من تباطؤ بالنسبة تالت حاجة بقى اللي هو التراجع الغير مبرر مع كمان ان انت خط النص كان واضح فعلا ان الفرق ما بين كازيميرو وما بين مكتوميني الادوار اللي بيقوم بها ده والادوار اللي بيقوم بها ده اولا التراجع الغير مبرر بالنسبة اليونيتد ان انت كنت في الشوط الاول منظم دفاعيا لكن في اخر المباراة لما حبيت تحافظ على النتيجة ودي اللحظوها دايما حتلاقيها حتى قصاد كريستال بلس حتلاقيها قصاد السيتي ولكن انت كنت قصاد السيتي محتاج ان هدفهم جيم اتأخر فانت محتاج ان انت تجيب اهداف فابتديت تتقدم ان تراجع اليونيتد اللي بيكون للخلف ده بيكون تراجع زايد فبالتالي ما بيبقاش فيه منظومة دفاعية او ما فيش تنظيم دفاعي جيد وانما احنا متراجعين للخلف فقط لغير فبالتالي بتلاقي ان تلتين الملعب متركين للفريق المنافس فبيقدر ان هو يعمل منهم وخلالهم الهجمات بتاعته بكل سهولة وبالتالي بيبقى فيه دربكة وارتباك داخل منطية الجزاء وبيقدر الفريق اللي قصادك ان هو يصل الى مرمات وحصل ده قصاد الارسنال في اكتر من مرة قدر دخيها يشيلها بمرة ولكن في المرة التانية ما قدرش ان هو يشيلها من كتير اما بقى خط النص فلاحظ بقى الاختلاف ما بين كازيميرو ما بين مكتوميني مكتوميني ادى مباراة يعتبر جيدة نوعا ما في ظل امكانياته ولكن لو كازيميرو اللي كان موجود هنا تعال ان بص كده المباراة كانت ماشي ازاي اليونايتد في الاول كان بيحاول ان هو يضغط على فريق الارسنال وفي كل مرة بتضغط على فريق الارسنال وبالذات توضحت في الشرط التاني وعلى خط دفاع الارسنال بتلاقي ان هم بيخطئوا بتلاقي ان هم مش قادرين يطلعوا تحت الضغط ده كويس فبالتالي بقى عندهم مشكلة لكن انت بتضغط برباعي عندك المكون من برونو وفيجورست وراشفورد وانتون جميل جميل بيواجههم ازاي ارتتة الناحة التانية بسلاسة دفاعي اللي عادي بتاعه جابرييل ماجالايز صليبة ومعاهم وايد بيني زيتشينكو بيرحلك لقدام وبينزل جنب بارتي فبيبقى فيه اتنين ورق خط الضغط بتاعك الاولي طيب دلوقتي هو معاهم خمس لعيبة وانت بتضغط باربع لعيبة فبالتالي فيه لاعب كده متساب زيادة وببعض الاحيان كان بينزل شاكا كنت بتشوف ان بينزل كمان اوتيجارد ينزل فده بيخلي اني بيحاولوا يفضوا بارتي فبارتي لما بيفضوا ويستلموا الكورة المفترض مين اللي هنا يضغط على طول على بارتي المفترض انه هو مكتو من ايه اللي واخد الوضعية دي انه هو يحاول يضغط لانه هو القطع عنده اعلى من اريكسن فبالتالي هو اللي هيضغط مع لاعب بدني زي كده ويقدر يستخلص الكورة وهنا تقدر تعمل الهجمة بتاعتك في التلت الهجوم بتاع الارسنال والفريق مش واقف دفاعيا كويس فتقدر ان انت تسجل اهداف لكن ده ما كانش بيحصل فبالتالي بتلاقي مساحة بيستلم فيها بارتي او زيتشينكو او حتى مهما كان الاسم اللي بيستلم هنا وبيبتدي يتقدم لقدام عادي دايما الارسنال كان بيجمع اللعب في ناحية ويلعب على الناحية التانية او يحول اللعب للناحية التانية وعشان يخلق دايما الواحد على واحد سواء لمارتينيلي او لساكا نجح في الموضوع ده بالذات في الشوت التاني بالنسبة لساكا وكنا شايفين ان لعبي اليونيتد وبالذات شو في تدخلاته مع ساكا او في مواجهته لساكا فيه خوف شوية فبالتالي كان بيتراجع للخلف وبيسيب مساحة لساكا ان هو يتقدم فيها او ان يجيله العون سواء من تمويسو او بين وايد في الشوت الاولاني عشان يقدر ان هو يعمل اي حاجة او حتى اوديجارد اللي كان بيميل في الناحية دي عشان يقدروا يعملوا حاجة من الكرة اللي بتيجي في المنطقة دي فبالتالي الخوف من ان انت تقف لساكا وساكا ما هواش اللعب المهاري اللي احنا ممكن نقول ان هو زي مارتينيلي مارتينيلي اعلى مهارة من ساكا ساكا ممكن تبقى اه عنده تعدياته وعنده مراوغاته ولكن اعتقد ان شو كان قادر ان هو يحجم ساكا لو قادر ان هو يقف على رجليه ويقف له بدل ما انت بتسيب له المساحة وتتراجع للخلف في البداية كده كان ارتيتا حاول ان هو يخش زي المباراة الاولانية اللي تلعبت على الاولترافورد اللي هو انا في اول ديئتين هحاول اخطف جون وده بيعمله الارسنال في جميع مبارياته ان انا بحاول في اول ديئتين اول خمس دقائق ان نضغط على الفريق اللي قدامي وحاول اخطف جون ما قدرتش ان اخطف جون فهو اعملها زي المباراة زي ما بقولك الزهاب ان هو سبب لك انت الكورة وترك لك الكورة استحوز انت عليها وانا هحاول ان انا اقطعها منك وبالتالي استغل المساحات اللي موجودة عندك عشان ما تتكتلش وما تسيب ليش مساحات كان ناجح اليونيتد في خروجه تحت الضغط بالنسبة للارسنال ولكن يعني الخروج كان صعب شوية كنت بتلاقي ان في مشكلة في ان انا اخرج وده راجع لجودة اللعيبة اللي موجودة عندك فبالتالي كنت بتلعب على الكورات المباشرة افضلك ان انا بدل ما اخش في الموضوع ده بتاع الضغط وان انا تقطع مني الكورة او ان انا اغلط لما اتكرر الموضوع ده كتير فانا هلعب على الكورات المباشرة وهنا في مشكلة بالنسبة للمهاجم اللي عندك المهاجم اللي عندك اللي هو فيجورست على الرغم من الطول الفارع لكن انا شايف ان في مطش كريستال بلس وفي المطش الحالي هو في الكورات الهوائية دايما بيكون فيه تفوق للمدافعين عليه فبالتالي انت بتعرفش هو يعني كنت بقول هو انت طويل ازاي يا معلم والكورات بتاخد منك كده يعني فاكتر من كورة كان بتبقى ملعبها لكورة ان هو يلمس لو لمسها هتروح للعب من اليونيتد ولكن تلاقي ان الكورات لما بتجيله ارضية او الكورات لما بتجيله نص مرتفعة هو بيعرف يتعامل معها كويس جدا لكن الكورات العالية واللي على دماغه ما بيعرفش التعامل معه ولكنك قدرت في الشوت الاولاني ان انت تسجل هدف من خلال الضغط على لعبي الارسنل وتغلطهم عشان الكورة تروح لبرونو اللي بيحطها الراشفورد واللي بيسدد تزديدة قوية جدا يحرص بيها الهدف الاول كان مفترض ان انت تحافظ على الهدف ده بشكل اكبر وما تترجعش للخلف لان انت عارف ان الارسنل حيرد عليك بالهجوم وحيحاول ان هو على ارضية ميدانه ان هو يعادل النتيجة التعادل اللي اعتقد لو اتأخر شوية بالنسبة للارسنل او ما قدرت ان انت تلحق الهدف ده بالهدف التاني كنت حتبقى راكب المباراة اكتر ولكن هنا تيجي بقى الاخطاء الدفاعية وبساكة والتوهان بساكة على الرغم من انه شايف نيكيتيا كويس جدا وهو اللي واقف معاه ولكنه في لحظة العرضية ما جراش عشان يغطي على نيكيتيا او يحاول ان هو يخدها من نيكيتيا ما تعرفش هو معتقد كان في دماغه ان مثلا دخية حيطلع ياخد الكرة ودي يعني اعتقد ده لما انت جيت منشستر تعرف ان العرضيات ما بيطلعش عليها دخية وهي تعتبر الكرة يعني مش بتاعة دخية دي بتاعة بساكة فبالتالي بتلاقي بساكة واقف ان الكتيا بيأكلوا من ظهروا وبياسبقوا وبياخدوا الكرة وبيحطها في المرمى وتستمر المباراة والشوت الاول بنفس النهج اليونايتد بيحاول يستحوز على الكرة عشان يقلل من خطورة الارسنل والارسنل بيحاول يعتمد على السرعة عشان يقدر يخلق الخطورة على مرمى فريق اليونايتد تنزل بقى الشوت التاني الشوت التاني وزي ما قلتلك مشكلة التباطل مشكلة التباطل تبص عليها تلاقي ان ريكسن على حدود منطية الجزاء وهو بيفكر بقى انا حدي المين حلعبها قدام ولا حلعبها لحد جنبي ولا 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 ودي كانت مشكلة تانية كمان عن جيونايتد في البساط اليونايتد النهاردة لعبته في البساط الكرة اللي انا المفروض ان انا اديها سنة قوة كده عشان توصل لزميلي انا بلعبها ضعيفة ده تماما والكرة اللي المفروض ان انا لعبها ضعيفة او لعبها في رجل زميلي بتلاقي ان الواحد بيلعبها بقوة وما بيلعب لهوش في رجله لا بيلعبها له في ظهره لان ما بيلعبها له عايز يجري عليها لدرجة ان انت في نهاية الشوت يعني لما انت خلاص دخل فيك الهدف الثالث وانت محتاج ان انت تهاجم فانا محتاج ان انا لعب كرات طويلة بتلاقي كل الكرات طويلة بتاعت اليونايتد هي بلا هدف مش ملعوبة على اي لعب من لعب اليونايتد بل هي ملعوبة للاعب الارسنال اللي هو خده يا جماعة احنا خلاص سلمنا ان انتوا لحد لما بتوصل الكورة لساكا وبيبقى ريكزم معها لكن ما بيقفلوش زاوية التزديد لان احنا بنستنى نشوف اللاعب هيعمل ايه وبعد كده ناخد الاكشن وده العامل التاني اللي تكلمت عليه وهو الخوف ان انت مش عايز تخش من الاول لان خايف لعب الارسنال يكلك وبالذات ساكا خايف ان هو يعديك بسرعته يعديك بالمهارة اللي عنده او ان هو تلبس انذار او تعمل فاولة في منطقة خطر تمام فبتلاقي ساكا بيسدد وتقريبا يعتبر مفيش اي تغطية من اريكسن غير ان هو واقف قدامه عشان تروح الكورة في البعيدة وتصبح الهدف التاني للارسنال لكن يحسب لك ان انت على طول رديت بالهجوم على الارسنال وحاولت ان انت تعود في النتيجة وقدرت ان انت تسجل الهدف التاني والتعادل من روكنية اخطأ فيها رمز ديل نوعا ما لما تلعبت الكورة وحاول ان هو يطلحها بالبوكس عشان تنزل المارتينيز اللي بيحطها زي اللوب كده بدماغه وتخش في المرمى وتصبح النتيجة اثنين اثنين من بعد الهدف التاني انت كنت بتلعب نوعا ما لحد الديها 75 يعتبر بشكل منظم دفاعيا كويس لكن من بعد كده انت اه خسران معركة خط النص الارسنال متفوق عليك وده راجع زي ما قولنا ان اللاعب اللي عندك مكتومنيه هو اقلب كتير من اللاعب زي كازميرو فروحت منزل بقى من منزل فريد وانا شايف تبديل فريد كانت ممكن تبقى بدل فيجورست مثلا تكون بدل اريكسن اللي تعب جدا في المباراة لكن انتوني على الرغم من ان انتوني مكانش يعني ظاهر لك قوي في الشوت التاني ما عملش حاجة ان احنا نقول هو انتوني لكن انتوني كان مخلي فيه مشكلة بالنسبة لفريق الارسنال وهي ان ما بيخليه الزيتشينكو يتقدم كتير لان فيه واحد سريع وراه فبالتالي ما كنتش بتشوف الزيتشينكو بيتقدم لحد منطقة الجزاء بتاعتك الا مرات قليلة وده راجع لاني انا عارف ان فيه واحد سريع وراي ممكن ياخد الكرة فبدل ما كنت ان انت مش عايز تضحي بالمهاجم اللي هو مخلي لك مثلا قلوب الدفاع قاعد مع قلوب الدفاع ومخلي قلوب الدفاع دي ما تزدش القدام ما يخليش ان الارسنال يلعب بهاي لاين زيادة مع انك مع التراج وخلاص خليت الارسنال يلعب بالراحة ويلعب بالطريقة اللي هو عايزها اعتقد ان كان فيجورست ممكن يطلع بدل ما يطلع انتوني ممكن كان اريكس يطلع من المباراة بدل ما يطلع انتوني كان تبديل بالنسبة لي في نظرتي انا افضل ولكن طبعا تنهاج هو المدرب واحنا معاك يا رئيس في اللي انت تعمله واحنا الواحد بيقول فكرته فقط لا غير عن المباراة تراجعت التراجع الغير مبرر الزايد عن لزوم الدقيقة 75 تحديدا من بعد التبديلة دي بتاعت فريد تراجع الآخر تبديل تبقى متواجد على منطية الجزاء بتاعتك ومعرفش ايه التواكل اللي عند لعبي اليونيتد فاكتر من كرة كنت بشوف فيه تواكل بالنسبة للعبي اليونيتد ان هو بيكون اقرب للكورة وبيتأخر ان هو يروح لها لدرجة ان اللاعب الارسنال ياخدها زي الكورنر كده اللي كانت لينا وساكا بساكا عمل فاول مع ساكا وخذ انظار كان اريكسين وفريد هم اقرب للكورة من ساكا ولكن هما الاتنين اختاروا ان هما يسيبوها لبساكا اللي هو ابعد كمان من ساكا يعني بسم الله ما شاء الله المباراة ما ليه انا ساكا وبساكا وشاكا يعني ليه لساعتك عشان يحصل الفاول وياخد انظار ساعتها بساكا مباراة لازم تحطها في اعتبارك ان انت تستفيد منها قديت اداءات قوية جدا على مستوى الشوط الاول كانت عجباني على الرغم من ان في البعض هيقولك ان احنا مكناش احنا المستحوزين او مكناش احنا على نفس القدر مع الارسنال الارسنال كان ليه كرات كتير خطرة او محاولات على المرمى وانت محاولتش الا بالتسديدة فقط لا غير هقولك لا انت كنت بتلعب وكنت قادر ان انت تعمل جيم تكتيك كويس جدا مع الارسنال في الشوط التاني بعد الهدف قدرت ان انت ترجع تاني ولكن بعد كده تراجعت التراجع تام ان انت عايز تحافظ على النتيجة ويمكن ده الدرس الاكبر المستفاد ان انت دايما لما بتحاول تحافظ على النتيجة وترجع منظومتك الدفاعية بتفشل مهما كانت الاسماء لان ما بيبقاش فيه منظومة دفاعية وانما بتبقى فيه عشوائية دفاعية ان هي تحافظ لك على النتيجة ده حصل قصاد كريستال بلس وحصل قصاد الارسنال ايضا بالنسبة للعبين في مشكلة في مشكلة الخوف في مشكلة التباطق في مشكلة ان انت الاتكال على لعبة اخرين ان هما يستلموا كورة كل دي مشاكل انت مريت بيها بس زي ما بنقول احنا في موسم البناء اللي حصل ده شيء عادي جدا قديت مباراة ما سلمت شورمية المنديل زي ما كان كل معتقد ان ممكن يحصل فيك في مباراة زي دي وقدرت ان انت تلعب ند لند مع الارسنال وان كان طبعا مش على مستوى كل المباراة وان كان لأ ده جزء كبير من المباراة وده شيء عجبني انا تحديدا اما بالنسبة لارتتا والجماهير الارسنال فالف مبروك لكم تستحقوا الفوز لان الارسنال كان الافضل في هذه المباراة من اليونيتد ولان الارسنال بيمر بفورمة كبيرة جدا وبعدين في النهاية ده مدرب متواجد في فريق لي 3 سنين فانا منتظر ان انا اشوف منه كده اما ده المدرب فاول سنة واللي بيعمله حتى الان هو شيء غير طبيعي وشيء غير عادي ويخليني اصق في ان هو يكمل معايا ويكمل المشروع لان انا متأكد ان مع استمرار المشروع بنفس الطريقة دي القادم هيكون افضل بالنسبة لنا كمشجعين وكنادي وانشستر يونيتد في النهاية هارد لك لكل جماهير اليونيتد والف مبروك لجماهير الارسنال واتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته